فصوم عاشراء كان معروفاً عند العرب في الجاهلية ولما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بقي يصومه وهو في مكة فلما قدم إلى المدينة ومكث فيها وجاء شهر المحرم وأراد أن يصوم عاشراء وجد اليهود كذلك يصومونه فسألهم عن السبب لماذا تصومون يوم عاشراء فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه إذن يوم عاشراء أيها المسلمون هو اليوم الذي نصر الله فيه موسى الكليم وأغرق فرعون اللعين يوم عشراء هو يوم الانتصار للمستضعفين هو يوم المعجزات هو يوم الفتح المبين الذي أكرم الله به موسى الكليم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه إذن هذه هي قصة عاشراء وهذا هو سبب صومه والحرص عليه فهو يوم الانتصار لأهل الإيمان والتوحيد